ماء حار ثلاث أربع معالق طعام سكر القليل من الماء البارد وبدنا كمان معلق طعام ماء زهر ربع كيلو مش مش ناشف وبدنا كمان ربع كيلو أراسيا وربع كيلو تين ناشف قطين نصف كيلو زبيب لوز ومكسرات متنوعة هذا اختياري أول إشي الأمر الدين بيكون عنا شقفة كاملة ينشطيه بالكيز بدنا نقصه على مربعات صغيرة بنمقص بنقصه هيك مربعات وبعدين مننقعهم بالماء يلا طبع مننقعوا بمي باردة عادية ولا مي سخنة ننقعوا بمي سخنة يلا ممتص أنا مي سخنة بحب أنقع فيها أول إشي عشان أول يسرع إنه يدوب الأمر الدين مع الماء وكمان نوع من التعقيم فرح أحط الماء بس لا تغمره والله صح فكرة التعقيم مضبوط نحط بس شوي لتغمر المي السخنة ومننقعوا فيها نتركها ممكن لتاني يوم أو ممكن حتى إذا لأنه رح نستعمل الخلاط ممكن نتركها لبس ساعتين ثلاثة ونبلش نشتغل فيها حسب كمان نوع أمر الدين في مرات أمر الدين بسرعة بطر شو في هذا أنا نقعته من مبارح زي بهاي الطريقة صار تقريبا خلص بدوش حتى خلاط لحظة هذا بدون خلاط؟ هذا بدون خلاط ايه ما أحلام فبس نقعته إذا كان نوع أمر الديني كويس بيكون مسهل كتير علينا بس شوفي شو حلولون وأنا صراحة قبل الهوى دقته طعمه موحادي شو ذاكي فيه الحلاوة مع الحموضة مز مز أيها فأنا هذا بالضبط أمر الدين لا بحب الحلو كتير أه بيكون هاي فيه طعم التنتين مع بعض هذا إذا هيك ممكن من غير خلاط عطول نحطه بالمصفاي ونبدأ نستعمله خلاص تمام بس أنا رح أحطه بالخلاط لأنه بدي أخلط معه السكر وبيدي أعمله بطريقة لو كان يعني حتى لو كان عنا مش هل قدي طريقة ممتاز يلا طمع إذا نحطي بالخلاط رح أحطه بالخلاط وبعدين نكمل رح أضيفه يلا حط السكر بعدين ما نكمل أوكيي أكيد رح نحتاج نضيف كمان مية شوية مية بردة آه بتخيل بس هلأ بس هلأ رح نخلطه أوكيي هلأ بدي أضيف المية نضيف شوية مية طبعا هذا يعتمد على كيف قديش بدنا سماكته أوكيي أوكيي هلأ إذا بنا نحكي للشرب بإدنا ما يكون كتير سميك حسب في ناس بيحبوه سميك في حق ناس بيحبوه كتير مرق يعني كل واحد حسب ما بيحب إحنا بناياه وسط وسط تمام هلأ إذا بدنا نحط فيه ننقع فيه الخشاف يعني نعمل الخشاف بالأمر الدين بنخليه شوية مرق عشان رح يمتصوا يعني رح يتقل مع الوقت مع النقع ممتاز حطينا دوقنا الحلاوة تابعه إذا ممكن يعني نحط قد يحط سكر أنا نحط كمية بسيطة بس ممكن اللي بيحبه حلو أكتر يضيف سكر ولي بيحبه حامض أكتر بخفف السكر لازم ندوقه ونجرب وكمان سماكة المي زي ما حكينا نتأكد منها تمام هلأ بالمصفاي لأنه قلت لك نوعه كمان طريق تقريبا كله شوفهم أحلى ما ضل فيه شي شوفهم أحلى ما شاء الله نوعه شو حلو وهيك خلصنا الأمر الدين هذا منحطه ببريء وبصير العصير لدينا جاهز حسنا هذا إحنا قدمنا كعصير هاي زي ما أنتم شايفين هناك هلأ بورجكم يا عبد الله عم منشوف هناك العصير أو مشروب الرمضاني المشروبات الكثير مشهورة برمضان في رمضان على السيام يحدث هناك أمساك هذا يساعد الناس الذين يعانون من هذه المشكلة وكما روان يطفي العطش عندما تشرب على سفرة رمضان أو وقت السحور أنا أحب أشربه فكثير يقولوا كثير رميح لا يعطش أنا كثير جربته يعني صراحة جاب نتيجة للمعدة للمعدة ممتاز ممتاز طيب هلأ أشكره هلأ في عندي الإخشاف في فواكن الناشفة المشمش الناشف القطين التين الناشف الأراسيا أفضل نجيب الأراسيا التي لا يوجدها بزر أه إذا كانت حبات التين لدينا كثير كبيرة من أقسمها من أقسمها أما إذا كانت هذه أظن شوية بديش وحدة مسننة أه إذا كان لدينا حبته صغيرة نستعمل عطول أه أه أك هلأ رح أقطع شوية التين طبعا نخسله القطين نخسله كلهم وبرضه كلهم نخسله من نشفه يعني أحسن للغسيل وكمان للتعقيم بحطهم أنا بالمي المغلية والله غلوة واحدة أه بتحبي تعقميهم أه هذا عن جديد أم أنت طول عمرك هو لا من زمان لازم يتعقموا بس غلوة واحدة يعني ما رح نخسر إشي إذا غلناهم غلوة واحدة أه هلأ بكش شوية لا ما بكش بنفش بزيادة بالله طيب ممتاز أوكي تمام ننتركهم هلأ إحنا لأ يغلوهم غلوة يعني غلوة واحدة بس للتعقيم ممتاز رح نحط شوية ماء زهر آه هذا اختياري أوكي ونحرك أمر الدين هلأ في ناس للشرب ما بحطوهش طبعا ماء زهر بس كمان برضو اختياري للي بحب يحط مع عصير أمر الدين الماء زهر هذه القطنات أو الفواكه المجففة غلوة واحدة بس ما بدنا نهريهم ولا إشي عطول يا روان اخلص احنا غلوة سريعة ايوه ونحطهم وين نحطهم في عصير أمر الدين بأمر الدين تمام نتركهم ينتقعوا يفضل ليلة كاملة بالتلاجة ثاني يوم بتاكل على السحور بتاكل أي وقت تحلاية عادي نتهم سخنين جوة أمر الدين عادي طبعا ما في مشكلة ما في مشكلة ايضلت كم حبت احنا نقعنا أمر الدين نفسه بمي صحيح بالعكس أنا بحس هاي أشياء زاكية لما تتكلم يعني شوفي بالذات هالفترة أحسن للتعقيم الواحد يحب ماشي حتى لو ما بيسير روان صايرة بدنا نعقم يعني غلبتني روان بالتعقيم قدي أنا حتى بيعقم عم بشوف أفكار بالتعقيم صراحة بكرتش تخطر ببالي حقيقة تفوقت بالتعقيم تفوقتي على نفسك وعحالي وعلي شكرا هلأ لوانا ننضيف لزبيب آه الوجه آه لزبيب لأنه بسرعة ببطرة فرح نحطه مدام حطينا حطينا رح لتاني يوم رح يصير آه حلو رح ينتقعي منيح معانا مبدئيا هذا الطبق هو فيه فوائد لا حصر لها يعني كل هاي الفواكه المجففة مفيدة الزبيب مفيد أمر الدين مفيد يعني لسه لسه وبدأتحط مكسرات لوز لوز مضبوط بيحطوه لوز يعني مكسرات شو ما فيه عنا مكسرات مثلا مثل الفستو ممكن نكون عينها ومقشرينها طبعا برضو نضيفها تشوفوا قدي كمية كبيرة من الفوائد الموجودة الحقيقة عشان هيك دائما رمضان من الأطباق اللي بيحبوا الناس ياخدوه لأنه بيغزي المغزي مغزي وبيعطي طاقة ميح للمعدة للمعدة كويس وبيعطي فيتامينات كتير وبيعطي للشبا إلى العطش ممتاز صح يطفي طبق حلو رمضاني هذا للشحور طبق رائع وبرضو كمان هو اسمه الخشاف أصلا هي يعني حابة أحكي هذه النقطة إنه هو عبارة عن تي التمر المنقوع آه في اللغة خشاف هو أصلا تركي آه طبعا فهو التمر المنقوع أنا ما أحطيه التمر اللي بحب يضيف تمر بس أنا شخصيا لا أحب إضافة التمر يعني أنت زوءك عملتي وكل حدا يعمل زوءه آه وإخواننا في مصر يعملون الكشاف في رمضان كثير هناك أشخاص لدينا ليس كثير يعني ليس كثير دارج بمناطقنا ولكن هو أكل زاكي ورائع جدا